وخلال المؤتمر الصحفي قال رئيس عبد الفتاح السيسي أنه استعرض مع ناظره الروماني الخطوات التي تتخذها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الإنسان وصولا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأكد رئيس السيسي أن تلك الاستراتيجية تشمل التعاطية مع مختلف الأبعاد التي تنطوي عليها قضايا حقوق الإنسان في البلاد بما يتضمن تحسين مستوى المعيشة ومراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين واستعرضت اليوم مع فخامة رئيس يوهانس الخطوات التي تتخذها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الإنسان وصولا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم 11 سبتمبر 2021 والتي تشمل التعاطي مع مختلف الأبعاد التي تنطوي عليها قضايا حقوق الإنسان في البلاد بما يتضمن تحسين مستوى المعيشة ومراعاة الحقوق الاستراتيجية والاجتماعية للمواطنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة